ما هي نظرية الرجل المجنون في السياسة؟ الحلقة 379 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات نظرية الرجل المجنون في السياسة هي فترة استعمارية عدوانية يائسة طالبها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيرسون إبان رئاسته الأولى وأثناء حرب فيتنام تنادي بضرورة قيام الولايات المتحدة بأعمال عسكرية غير أطلانية وغير منضبطة ولا يمكن حسابها سلفا تأسلوب من أسالي بإدخال الرب في سريرة القيادة الصوفياتية وإجبارها على التراجع من قبلها بالضغط على حلفائها وذات بغية تحقيق الأهداف الأمريكية في الحروب المحدودة وفي الأمات التي تواجه فيها السياسة الأمريكية احتمالات الهزيمة رغم الجبروت العستري والقوة الارتصادية الهائلة ولعل التورط الأمريكي في فيتنام وما استجلبه من هزائم عسترية وغير عسترية أمريكية كان المحرط الرئيسي وراء دفع هذه الفترة إلى حيز التداول ومن ثم العلانية في بداية عهد نيرسون في مطلع السبعينات ويشرح الصحفي المعروم ويليام شطروس في كتاب له عن نيرسون وتيسانجر وتدمير تومبوديا الصادر عام 1979 ميلادي هذه النظرية استناداً إلى ما قاله نيرسون نفسه لمساعده المؤتمن هالدمان إنني أسميها نظرية الرجل المجنون يا بوب أريد أن يصدق ترادة شامل فيتنام بأنني قد وصلت إلى النورطة التي ألجأ فيها إلى الإردام على أي شيء يقف الحرب سوف نسرب لهم مفادها أن أحداً لا يستطيع ردع نيرسون المعروب بعداء الشديد للشيوعية وعندما يسيطر عليه الغضب وأن يد هذا الرجل تلامس الزر النووي وإذا ما نفذنا ذاته فسوف يحرعه هوشي منه شخصياً إلى باريس وفي غضون يومين ليستعطي السلام بيد أن يدخل احتمال قيام الولايات المتحدة بأعمال عدوانية مجنونة كاستخدام الأسلحة الذرية تعامل طايم في العلاقات الأمريكية الصوفيتية وضد أطراف ثلاثة يتطلب إقامة الدليل على مصداقية هذه السياسة من جهة أي ممارستها فعلياً وفي أرثر من مناسبة وأن لا تأتي بنتائج عرسية تفوق في أثارها الربح المحتمل تفوق في أثارها الربح المحتمل لهذه العملية من جهة ثانية وأن تتمكن القيادة الأمريكية من تحمل ردة الفعل المحلية والدولية لمثل هذه السياسة الخطيرة من جهة ثالثة وقد حاول قاعدة الولايات المتحدة تطبيق هذه السياسة جزئياً عن طريق توسيع رطعة الحرف في جنوب شرق آسيا وتصمينا هاي فوند وهانوي بشكل متثف وواسع النيطار تم طام السيناتور باري دولدواتر بالمطالبة باستخدام السلاح الذري ضد الصين لتطع المدد عن فيتنام إلى أن ذايت تطوله لم يفلح في تجنيب الولايات المتحدة الهزيمة العسكرية والسياسية والخساء الارتصادية الفادحة في فيتنام ومن الخطى الاعتقاد بأن مثل هذه السياسة العدوانية اليائسة تقتصر على الولايات المتحدة فالتعمق في تفتير وعمال القيادة الصهيونية وقيادة النظام العنصر في جنوب إفريقيا وأهداف حيازتهم للسلاح الذري يشير إلى شيوع مثل هذا التفقير العدواني الجنوني لدى القيادات الإمبريالية والعنصرية في الأزامات الكبرى وفي محاولاتها لوقف عجلة التاريخ وسيرورة المنطقية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد